فيما يتعلق بخطة الدولة لتصدي لجائحة كورونا علنت وزارة الصحة إطلاق التطبيق الإلكتروني إطمئن ده بيعد وسيلة إلكترونية إضافية بجانب طبعا شهادة الـ QR Code يمكن من خلال التطبيق ده تطبيق الإلكتروني أو استخراج شهادة الـ QR Code إثبات تلقي لقاح فيروس كورونا إذا كان الشخص تلقى بالفعل أو لسه يتلقى اللقاح طبعا تطبيق الإلكتروني إطمئن بيعد آلية فاعلة وبمثابة جواز صفر الصحي مسألة جواز صفر الصحي بقت موجودة في كل العالم لدخول أي مكان معظم الدول إذا كنا نتكلم تحديدا للتحاد الأوروبي بقى عندهم زي كودز كده لدخول الأماكن لمعرفة إذا كان الشخص مطاعم أو غير مطاعم هذه الـ application أو التطبيق زي ما بقول حضراتكم بمثابة جواز صفر صحي لربط شهادات الصفر الخاصة بتلقي لقاح كورونا بدول العالم احنا هنا في محاولة لتيسير انتقال المواطنين بين الدول بتم استخدام التطبيق بالمجان للأغراض الداخلية في الأماكن اللي بتتطلب معرفة موقف تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا ده أكيد يعني معظم الوقت بيكون في الداخل المصري بالنسبة للسفر طبعا تنفيذة هنا لقرار رئيس الوزراء بعدم استماح لدخول أماكن العمل وفي المرحلة طبعا الحالية أماكن العمل والمشآت الحكومية والجامعات ممنوع دخول بدون الحصول على لقاح العملية سهلة مسألة الدخول على الـ application والتسجيل إذا كان حضرتك أخذت بالفعل لقاحة لسه تاخده والتصوير والتدخيل أو دخول البيانات عملية سهلة وأسهل أن يكون أعتقد الـ QR code متنقل على التليفون بدل الورقة يعني اللي بناخدها من وزارة الصحة بعد عملية التطعيم